السلام عليكم طريق التربية الكاتاكيت البيضة او الفراخ التسمين هتجيبي نوع فراخ نوع حلو من له الفرزة الاولى هتفرش الارض كلها زي ما انتم شايفين كده انشارة خشنة وحتحاولي تخلي فيه لمضة مية او متين فوق من الفراخ وحتحضنهم كويس والمكان يكون مقفول لو عندك كمية بسيطة ممكن لو في مكان زي كده صندوق او اي حاجة عندك واسعة ممكن تحضن فيها الفراخ او كرتونة لو عندك مثلا عشرة او عشرين فر عايزة تربيهم عشان خاطر الفراخ كل ما تقفل المكان وكل ما تدفيهم كل ما يكون يومهم بيومين وحاول على قد ما تقدر تبعيد اللمضة عن الفراخ عشان خاطر ما ينحرقوش او درجة الحرارة بتاعتهم ترتفع اول يوم التحضين هتحط لهم مية بسكر بعد كده تاني يوم الصبح هتجيب لهم مضات حيوي تلات ايام بعد كده هتجيب علبة فتامينات وعلبة املاح الصبح هتحط غطى فتامينات وبالليل غطى املاح وحتحضنهم كويس بعد ما تحضن الفراخ هتوبى يومهم بيومين ان شاء الله بعد عشرة ايام الفرخة هتوصل عندك نص كيلو بعد كده هتقعد على عشرين يوم الفرخة هتوصل كيلو ربع هتاكل علف تلاتة وعشرين في المية في الاول عشان خاطر الفرخة عندك ما يحصل لهاش اعاقة الفتامينات والاملاح بتساعد عشان جسمها بتوبة تقيل على الوزن تقيل بعد كده بتجيبي معافش او انشارة خشنة وبتحاول تقفل المكان كويس بمشمع يكون دافي اه وتحط ايات واكل كتير اه وتحاول تخلي المساحة واسع عشان ياخدوا حريتهم والفرخة ان شاء الله بإذن الله اه من تسعة وعشرين يوم لتلاتين يوم الفرخة هتوصل معاكي من اتنين كيلو وانت طلعة لو ستية على خمسة واربعين يوم اه الفرخة هتوبى توصل معاكي اوزان اكتر من كده وحيكون استوت اه وبالتوفيق ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي واتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد اه وان شاء الله بإذن الله اه تربوا الفراخ اه اه تربية حلوة توصل معاكو اوزان كبيرة بس هم حاجة النظافة والمولاة والدفع التلات الحاجات دولي اه الفرخة هتنطر معاكي يلحم كتير من غير ما تتعابي ومن غير مجهود وان شاء الله مش هتخسري افراخ في الدورة اللي بتربيها وحاول تنظفي المكان على قد ما تقدر